زي ما تابعنا في التقرير لفات المستحيل أصبح حقيقة حقيقة مش بس بتحصل في لندن بتحصل في إيطاليا بتحصل في ألمانيا كمان ألمانيا أكبر دولة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي هي كمان تأثرت بسبب انخفاض منسوب نهر راين النهر اللي بيمكن بيمر في ست دول أوروبية وبيعتبر شريان حياة حقيقة لأن بتعتمد عليه ألمانيا في حركة دخول وخروج البضايا وبيكون سبب رئيسي في نهضة الاقتصاد الألماني تحديدا خلونا نشوف إلا حصل في نهر راين ونتابع التفاصيل ونرجع ونكمل معاكم باقي كلامنا نهر راين في ألمانيا وهو شريان الحياة والتجارة الداخلية في ستة دول أوروبية مهدد بالجفاف الدائم بعد انخفاض مناسيب المياه وهو ما أدى إلى خسائر اقتصادية ضخمة وفاقم من أزمات القارة الأوروبية التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وقلة هطول الأمطار خلال شهر أغسطس الماضي كل ذلك أدى إلى استنزاف مياه نهر راين بشكل غير مسبوق وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر الشحنات والتأثير على إمدادات الفحم والبضائع والغذاء العديد من السفن والقوارب الخاصة بنقل المواد الخام والمنتجات أصبحت غير قادرة على العبور من وإلى محطات الطاقة والمصانع وذلك بسبب الجفاف التاريخي لنهر راين الذي يمتد بطول 1288 كم من منبعه بجبال الألب السويسرية إلى مصبه في هولندا ويعد ممراً مائياً أساسياً لنقل السلع من أكثر مناطق الصناعات الثقيلة بأوروبا لم تترك أزمة التغير المناخي جزءاً في العالم إلا وطالته وباتت الآن تهدد شرايين المياه في أوروبا بعد أن سجلت القارة العجوز درجات حرارة قياسية تسببت في تبخر مياه أنهارها الكبيرة كما تهدد بتبخير حوالي 80 مليار دولار من اقتصاد الاتحاد الأوروبي